أنا اتكلمت عن أفغانستان لأن هذا الحدث طازة يعني لسه عم نشوفه بشكل يومي لكن أحباء خلينا نتذكر دايما بغض النظر الله بحب شعب أفغانستان والله عنده مخطط رائع هو مش الناس اللي بتحكم وبتسير الأمور بحسب فكرها الله هو متصلت في مملكة الناس فخلينا نصلي لشعب أفغانستان خلينا نصلي أنه ما يكونش في إراق الدماء خلينا نصلي ما يكونش في عنف خلينا نصلي أنه يكون في حرية حرية تعبير حرية المرأة خلينا نصلي أن هذا البلد يزدهر ويتبارك وخلينا نصلي أنه عينية تتفتح على مجد المسيح وفعلا خلينا نصلي ونطلق بركة على هذا الشعب اشتركوا في القناة